البدري بيضم متعب لقائمة الاهل بقى دخلنا في الكورة هم تجدد لمتعب وحسام رسميا بعد ما كان الاهل هيتبحهم وهيضح بيهم كل شيء له وقته دايما الحقيقة بترد على نسات لحظة الحقيقة فلحظة الحقيقة قالت ان الاتنين من الكباتن اللي احنا محتاجينهم كقيادات وكناس تاخد بايدي الفريق الشاب اللي هو بإذن الله ركيزة للمستقبل والبطولة العربية احد ما كسبها قبل الكلام والفلوس والكلام ده انك شفت الناس كلها ودرت تطمئن العناصر كتيرة ما كسب الاهل في البطولة اعلى بكتير قوي من طبعا كنا نتمناها اللقب من ضمن الالقاب لانه كان يعني حينسى لانه هو مش لقب قاري رسمي لكن زي ما انت يعني لو سألت اي واحد البطولات اللي كسب الاهل بطولات العربية صعب يتذكر لكن في البطولات اللي هي بتصنفك عالميا انت بتبقى مهتمة اكتر لكن بطولة كانت شرافية مهمة وكان مستواها كويس وحققت الاهداف ولما تقام هنا يعني وحققت الاهداف الفني لكن انتهت بكرسة تربوية مروعة للأسف الشديد ما كنا نحلم في اسوأ كوابسنا حنقش تفاصيلها حنقش تفاصيلها بس انا بقولك اسوأ كوابس ما كانتش تؤدي اللحظات الاخيرة الى هذه النتائج دي لقطات من مران الاهل النهاردة اللي بعد منه كابتن حسام البدري اختار 23 لعب لمواجهة سموحة بعد بكرة الأربع باذن الله المباراة في قبل نهاية كاس مصر القائمة ضمت شريف اكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنم محمد هاني وباسم علي ومحمد نجيب ورامي ربيعة وعلي معلول وصبر الرحيل وحسين السيد وحسام عشور وعمر السلية وحسام غالي وأكرم توفيق عبدالله السعيد وصالح جمعة ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد حمودي وعمر بركات وجونيور أجاييه وعمر جمال وعمد متعب حسام البدري استبعد كل من ميدو جابر وكريم ندفد لأسباب فنية وسعد سمير ومروان محسن للإصابة بجانب أحمد فتحي للإيقاف ووليد أزار وهشام محمد وإسلام محارب لعدم قيدهم في قائمة الفريق الحالية بالبطولة لكن خلينا أقول لك يعني 23 لاعب تظهر أسماء كويسة يعني اعتبرنا الصفقات الجديدة اللي قاله مش هتشارك في الكاس إنما بيظهر في قائمة 23 عمر بركات بيظهر باسم علي أيضا أحمد حمودي دي الأسماء يمكن اللي بزغت من خلال وأكرم توفيق من خلال البطولة العربية أي دي سمار البطولة العربية دي في قدام شموح مجلس الأهلي بيفوض المهندس محمود طاهر لاعتماد عقد الكابتن حسام البدري المدير الفني ده بحسب اليوم السابع بيتقول إن المجلس فوض المهندس محمود طاهر رئيس النادي باعتماد عقد المدير الفني وحيناقش المجلس في اجتماعه النهاردة ملف الجماعة العمومية دلوقتي وإحنا بنكلمكم مجلس دارة النادي الأهلي مستمر جلسته مستمرة برئاسة المهندس محمود طاهر عشان ينظر في شأن مهم للغاية أريد أنه ذكر بس إن دي جلسة مستمرة من الجلسة الماضية